ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون شباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الاجتماع السادسة لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية في دورته الحالية وقد أشهد سمو بجهود مجلس الإدارة وأعرب عن تهنيه إلى عضو المجلس الشيخ حيات بن عبد العزيز الخليفة لفوزها بجائزة اللجنة الأولمبية الدولية لرياضة المرأة عن القارة الأسيوية وإلى عضو المجلس الشيخ عبد الله بن رشد الخليفة لحصوله على جائزة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال للتميز الإداري من خلال عمله كرئيس للاتحاد الأسيوي مؤكدا أن هذه الانجازات تدعو إلى الفخر والاعتزاز بالكفاءات البحرينية كما أكد مجلس الإدارة دعمه المطلق إلى معالي الشيخ سلمان بن براهيم الخليفة رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم في انتخابات الرئاسة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا متمنين له النجاح والتوفيق واعتمد الاقتراح رامي لتخصيص يوم رياضي وطني وأوصى برفع المقترح إلى الجهات المعنية كما اعتمد المجلس خطة تطوير مركز الطب الرياضي التابع للجنة الأولمبية من خلال استقطاب الكفاءات الطبية المتخصصة والشراكة مع المستشفيات العالمية كما وفق المجلس على إنشاء مختبر الأداء البشرية الخاص بالقياسات الرياضية للمواهب الرياضية واستمع إلى تقرير مفصل عن مشاركة البحرين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في ريو دي جانيرو العام المقبل ترجمة نانسي قنقر